اشتركوا في القناة تعالوا نشوف بقى التليفونات في مصر في الوقت ده كان وضعها ايه خطوط التليفونات دخلت مصر سنة 1881 وكان اول خط تليفون بين القاهرة واسكندرية وبعدها بسنتين تم مد خطوط للسويس وبرسعيد والاسماعيلية وسنة 1895 كان عدد خطوط التليفونات في مصر كلها 150 خط تليفون بس وفي 1907 كان عدد خطوط التليفون في مصر ما يزيدش عن 3500 خط في مصر والسودان وكان رقم التليفون لا يزيد عن 3 ارقام يعني رقم تليفون جريدة المؤيد مثلا كان 435 يعني 435 وزادت الخطوط سنة 1910 وعدت الالف خط اصبحت ارقام التليفونات مكونة من 4 ارقام يعني مثلا رقم جريدة الشعب كان 282 988 بس خلوا بالكم جريدة الشعب دي غير جريدة الشعب اللي ظهرت في الخمسينيات خطوط التليفون في الوقت ده يا دوب كانت مغطية المقارات الحكومية واسر الحكم والوزرات والجيش الانجليزي وبعض الصحف مش بس لان التكلفة كانت عالية جدا لا كمان عدد الخطوط قليل جدا بالمقارنة بعدد سكان مصر اللي كان تقريبا حوالي 11 مليون نسمة وعدد سكان القاهرة كانوا اقل من 700 الف نسمة معنى الكلام ده ايه ان اغلب الناس ما عندهاش تليفون في البيت بشوات كتير ما عندهمش تليفون فما بالكم بقى بالبكوات وبقى الشعب كان اللي عايز حد لازم يروح له بيته وممكن او يروح ما يلاقهوش فيسيب له خبر صاحبنا بقى يروح للجاله ما يلاقهوش برضو او ممكن يتفق على معاد ويجي لحد ظرف ويروح واحد من الاثنين المعاد والتاني ما يعرفش يروح الحاجات دي كانت عادية جدا في الفترة دي تخيلوا ادريس بك راغب بيقول انه اكتهت في محاولة مقابلك عمر لطفي بيك عشان يناقشه في الزيادات اللي اقترحها زي ما اللاجنة طلبت ومعرفش يقابله يعني اللي عارف يقابله في بيته ولا عارف يقابله في مكتب المحاولة بتاعه طبعا بالنسبة لنا الكلام ده النهاردة مستقرب جدا في فترة بتتم فيها الاجتماعات بخاصية الفيديو كونفرنس يعني واحد في امريكا والتاني في فرنسا والتالت في مصر بيتقابله في نفس اللحظة تفتكروا احنا ممكن دلوقت نستحمل عيشة اجدادنا اجدادنا كانوا بيعانوا والله وفي نفس الجلسة اللي هي جلسة 31 ديسمبر 907 قرر المجتمعون ان يكون العدد القانوني لصحة انعقاد اللجنة خمسة اعضاء على الاقل في المستقبل بما فيهم الرئيس وقررت ان تقبل في حالة عدم امكان احد الاعضاء الحضور ان يوكل من يشاء للحضور عنها وان يكفي لذلك مجرد خطاب للرئيس يسلمه عندما يحضر الجلسة